لا والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه اللهم لا سأل إلا ما جعلته سألا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سألا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك في إطار الأنشطة العلمية التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي للرباط وسعيا من المجلس في تنوير قيمين دينيين بظل هذا الوباء المنتشر يواصل المجلس العلمي عمله مع القيمين دينيين من خلال التقطير عن بعد وكذلك مع باقي المواطنين عبر دروس الوعد والإرشاد نقدم هذه الدروس التقطيرية لسادة الأئمة والقيمين دينيين عامة واخترت في تناول هذه الدروس شرحة منظومة إمام سيد أحمد بن أبيكف رحمه الله وهي المسمات إيصال السالك في أصول الإمام مالك هذه المنظومة التي يعنافها بذكر الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبه ما هي ستة عشر أصلا كما هي معدودة في هذه المنظومة فقال رحمه الله الحمد لله الذي قد فهم دلاء إلى الشرع العزيز العلامة ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام التابعين لهم على الدوام تدأ النظم رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والحمد لغتان هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل هذا في اللغة أما في الشرعي فالحمد هو فعل ينبيء عن تعظيم المنعيم بسبب كونه منعما وفعل كيخبر وينبيء عن تعظيم الله عز وجل الذي والمنعيم بسبب كونه منعما ثم ألف الحمد هي قد تكون للإستغراق وتكون للجنس وتكون للعهد فعلى الأول بمعنى ألف في الحمد للإستغراق أي كل فرض من أفراد الحمد لله وعلى الثاني أن تكون بمعنى الجنس فالمراد به أن جنس الحمد وحقيقته هو لله وعلى الثالث بمعنى للعهد فيكون الحمد المعهود وهو حمد الله تعالى لنفسه وجميع هذه الأنواع هي تابتة لله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي قد فهم والتفهيم المراد به التعليم والتفهيم المراد به التعليم ثم قال دلائل الشرع العزيز العلماء معنى أن الله سبحانه وتعالى علم دلائل أي أصول الشرع الإجمالية علمها للعلماء والمراد بتفهيم الله سبحانه وتعالى للعلماء وتعليمه لهم بحقائقها وكيفية استعمالها معنى أن الله سبحانه وتعالى علم العلماء الحقيقة للأصول الفقه الإجمالية وكيفية استعمالها والسخراج الفروع من الأصول النظم رحمه الله من لي قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء هنا أعطانا ما يسمى في البلاغة ببراعة السهلال وهذا ما أشار إليه بعضهم فقال وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا براعة السهلال ثم قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد معنى أن النظم رحمه الله يطلب من الله عز وجل دوام صلاته ودوام السلام أبدا الآباد أي على مدى العصور والدهور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنسوب إلى بني هاشم بن عبد المناف وهو المسمى عليه الصلاة والسلام بأحمد ومحمد وغير ذلك من أسماء التي تعرفونها ثم قال وعلى آله الغر الغر أي بيض الوجوه جمع آخر والغرة بياض في الوجه هنا النظم رحمه الله السعمال الكناية وهذه الكناية تفسر على ثلاث تفسيرات بمعنى أن آله الغر هذا كناية عن إيمانهم وطهارتهم الحسية والمعنوية لماذا؟ لأن البياض يكنى به على الإيمان كما أن السواد يكنى به على الكفر وهذا هذا معنى أو أنه وآله الغر أي كناية عن كرامهم أن بياض الوجه بيض الوجوه الغر هو بيض الوجوه فبياض الوجه يستلزم طلاقته والطلاقة تستلزم الكرام إنسان الكريم يكون له وجه طالق بخلاف الباخير أعاذنا الله وإياكم منه أو كناية عن كونهم هذا بالاحتمال الكناية بالمعنى الثاني أما المعنى الثالث لها أو كناية عن كونهم من أهل الجنات إذ قد ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنات يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آتار الوضوء ولفظ هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آتار الوضوء ثم قال وعلى صاحبه الكرام تابعين لهم على الدوام معنى قوله وعلى صاحبه الكرام أي والصلاة والسلام على صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفهم بالكرام قال وصفهم بالكرام طبعا وشرعا معنى طبعا وشرعا أي هم كرام بالطبع جبلهم وخلقهم الله سبحانه وتعالى على طبيعة الكرام وشرعا أي أن الشارع كرامهم وتكريم الشارع لهم هو فيه رفعة لقدرهم وفيه وجوب احترامهم الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة كما تعلمون كرام صحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وآيات عديدة في القرآن الكريم يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه كرم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والتابعين لهم على الدوام أي هذه الصلاة هي موصولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموصولة لصحابتي وموصولة لمن تابعهم واقتدى به وتابع صحابته اقتدى بهم اصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم تابعين لهم أهل الدوام أي على مر بعصور إلى يوم القيامة ثم قال رحمه الله وبعد فالقصد بيدان نظم الواجيز ذكر ما بان الفقه في الشرع العزيز فقلت والله المعين السعين وأسامد منه فاتحة المبين أهدلات المذهب ماذهب الآغار ملك الإمام ستة عشر قوله وبعد أي وبعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصد المراد به أي المقصود بمعنى أنه فعلان يأتي بمعنى مفعول وبعد فالمقصود بهذا المنظوم بعد فالقصد بيدان نظم المراد بالنظم أي المنظوم الواجيز بمعنى المختصر المفيد هذه المنظومة هي مختصارات أبياتها محدودة ولكن المعاني هي كثيرة وجمة وبعد فالقصد بيدان نظم الواجيز ذكر ما بان الفقه في الشرع العزيز ومعنى ما بان الفقه أي أوصوله الإجمالية أن المباني جمع مبنى والمبنى لغة هو الأساس والأصل الحس الذي يبنى عليه الجدار حسا الأساس الذي كان بنوع له الجدار ولكن لهم المراد به هنا هو أمر معناوي وهذا الأمر المعناوي المراد به هنا وأساس الشرع وأصله المعنى الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة الإسلامية ثم قال ذكر مباني الفقه والمراد بقوله الفقه الفقه لغة كما تعلمون هو الفهم أما فقه في الاستلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العاملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ترجمة نانسي قنقر